أهلا بكم ومرحبا في استئناف حديثنا عن ترتيب الأولويات نحن تحدثنا عن أشياء كثيرة جدا وفي الجانب العمل تكلمنا عن أدوار مختلفة دور إيماني دور فكري دور مالي دور علاقات إلى آخر صحي جسدي فقد يقول الإنسان أنا أتمنى كل هذا لكني ما أنا قادر هنا سأتوجه معك إلى السؤال 34 أي مجال من المجالات التي تقول لي أنا ما أنا قادر فيها اسأل نفسك هذا السؤال ما هي عيوبي التي تمنعني من تحقيق النمو في هذه الجوانب في جانب معين أو في كل جوانب ما الذي يمنعك اسأل نفسك هذا السؤال ما الذي يمنعك ما هي عيوبك التي تمنعك أو ما هي النواقص التي عندك أنا لاحظت ظاهرة في علاقتي في المدرسة مع المدرسين الأجانب والعراب وجدت أن سبحان الله الغربيين عندهم إجابات واضحة على هذا السؤال فتلقي واحد يقول والله أنا في السنة القادمة أتمنى أكون كذا وفي الجانب الثاني جربت بس ما نجح فيه والجانب الثائف لاني أنا ما أحسنك عنده إجابة واضحة بينما بعض مدرسيننا لما تسأل أو ما عندي عيوب كيف ما عندك عيوب إذن الإنسان ما عنده عيوب إذن إنسان كامل فبالتأكيد عندنا عيوب ما هي هذه العيوب إذن دعونا نفكر هذا الطموح الذي نتمناه كيف نستطيع أن نصل به كيف نستطيع أن نصل به تذكر القاعدة شرعية أصيلة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إذن نحن نستطيع نصنع الفرص لأنفسنا نحن نشكل التغيير المطلوب مننا ما ننتظر التغيير يحدث لنا هذا نادر فنحن علينا أن نفكر في مشاكلنا في أوقاتنا في علاقاتنا نحن نتكلم في كيف ننشأ مؤسسات صحيحة وإذا كنا موجودين في مؤسسة كيف ننميها وإذا مثلا أنا شغال في مؤسسة وما أعرف كيف أطورها أتعلم فن بناء المؤسسات وإذا كان عندي أفكار عندنا دورة أخرى فتأتي اسمها كيف نحول الأفكار إلى مشاريع عندنا دورة بناء العمل المؤسسي عندنا دورة التخضيط الاستراتيجي يتعلم هذه مهارات قابلة الاكتساب فإذن نتعلم هذه المهارات طيب افرض أن أنا عند مؤسسة وناجحة وكذا لكني لست أفضل في هذا المجال أيضا ممكن أن تتعلم كيف تقود السوق في مجالك هذه كلها أشياء قابلة للاكتساب إذا نسأل نفسك ما الذي ينقصك هل ينقصك المال هل ينقصك الوقت هل ينقصك العلاقات هل تنقصك مهارات هل ينقصك علم ما الذي ينقصك ما هي عيوبك ما هي نواقصك التي تمنعك من تحقيق ما تتمناه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم هذه سنة هذا قانون من قوانين الكون قانون الله عز وجل في البشر لن تتغير أحوالك حتى تغير ما بنفسك أنت المسؤول عن تغير نفسك وبالتالي حاول أن تنمي نفسك في هذه المجالات جميعها حاول أن تتفكر وتتأمل ما الذي ينقصك وبناء عليه تحاول أن تبني نفسك في هذه المجالات وأي شيء ينقصك إذا كان ينقصك المال فكر كيف تحصل على المال أذكر مرة شاهدت مقابلة في التلفزيون الأمريكي مع واحد كان من أصول زنجية وكان من أسرة تقيرة جدا من أكبر أماكن أمريكا بعد فترة صار مليونير فصوروا معه مقابلة فسألوه كيف صرت مليونيرا؟ قال أنا عملت شيئين أي واحد يعملهم سيكون مليونير الأمر الأول قررت أصير مليونير ما هو قرار بارد بل قرار جاد قررت بجد أصير مليونير لا أصبح أصير مليونير سهل واحد ممكن يفتر جلسة خلوة في النفس يقرر أن يصل إلى شيء معين والثانية قال الثانية حاولت أصير مليونير حاولت 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 وظليت أحاول حتى وصلت إذن أمرين تحدد فيهم أولوياتك وتعمل لهم الأمر الأول أن تقرر أن تصل إلى شيء معين والشيء الثاني فدت تحاول ما يكفي أن يكون إنسان عند أهداف طموحة ما يكفي وإنما دائما حاول أن تطور نفستك من القصص اللطيفة في علم الإدارة قصة قصة مشهورة يسمها قصة كوزو هذا كوزو يقولون أنه عصفت به العواصف ونجم سفينة منكوبة وذهب إلى جزيرة هائية بحث في كل جزيرة ما وجد فيها أحدا وجزيرة ليست على طرق السفن ما في أحد ينقذه ففورا بعد ما تبينت له هذه المعلومات بدأ يعمل بجد لأن ينشئ سفينة يبني لنفسه سفينة تخرجه من هذا المكان فأخذ الماء استطاع أن يجمع من أدوات وقطع شجرة ضخمة جدا وبدأ ينحت في هذه الشجرة وينحت ويعدل فيها ويضيف لها سارية وكذا إلى المهم عملية صعبة جدا وأخيرا عمل سفينة كبيرة نسبيا ضخمة رائعة هذه السفينة بناها قرب البحر لكن على مسافة حوالي 100 متر من البحر قرب الأشجار انتهى الآن جاهز يريد أن يحرك هذه السفينة ما هي راضية تتحرك فقيلة جدا ظل أشهر وهو يحاول أن يحركها أخذ يبكي ما يكفي أن يكون عند الإنسان هدف لكن أيضا لابد أن يفكر كيف سيصل إلى هذا الهدف لا يكفي أن تفكر أن تحلم بسفينة لكن كيف تدخلها البحر كيف تتحرك بها فكما أن الهدف مهم أيضا أدوات الوصول إلى هذا الهدف مهم فإذا كان هناك عيوب معينة تمنعك من تحقيق ما تريد فكر في هذه العيوب طبعا أول العيوب أن لا يملك الإنسان الإيمان بالله عز وجل والتوكل عليه ومن هذه العيوب الرئيسية أن لا يكون عند الإنسان أهداف واضحة وطموحات واضحة ومن العيوب أن لا يكون عنده الإرادة الجادة هذه الأساسات ثم ستأتيك بجموعة عيوب أخرى قد تكون العيوب عدم وجود المال أو عدم وجود الوقت أو عدم وجود العلاقات فكر ليست هذه العيوب الرئيسية لأي هدف وقد تكون عندك عيوب أخرى ظروف خاصة اكتب أو قد تكون عندك نقص في قدرات معينة تقول الله أنا لو تعلمت الأشياء هذه سأتقن هذا العمل أستطيع أن أحقق هذا فإذن أرجو أن الإنسان يفكر يفكر تفكير عميق جدا في هذا الأمر ويحاول أن يشكل نفسه يفهم ما هي العيوب ويفكر كيف سيتغلب على هذه العيوب إذن السؤال رقم 34 ما هي العيوب التي تمنعك من تحقيق أهدافك تحقيق النمو في جوانب الحياة المختلفة وكيف تتغلب عليها وأجيبوا معه كذلك على السؤال 35 كيف أعالج هذه العيوب وأتجاوزها أرجو أن تأخذوا بعض الوقت للإجابة على السؤالين 34 و35 أوقفوا الشريط من فضلكم وعودوا لي بعد الانتهاء الآن اتضحت الصورة في جوانب الحياة المختلفة وتبينت لك في نفسك أمورا قد تكون خافية عليك وعلى الأقل حتى لو كانت واضحة بدأت تصبح محددة وواضحة ومرتبة ومكتوبة لأن أحيانا سبحان الله بدون كتابة لا تتضح هذه الأمور بهذه الطريقة نكون أنجزنا الجزء الثاني من حديثنا عن ترتيب الأولويات تعونا نختم هذا الشريط وننتقل إلى الشريط الثالث الذي فيه مزيد